لو سلفت شخص فلوس لا يجوز ليك اللي انت تقبل منه اي هدية الا في ثلاث احوال بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد بناء على الاحاديث الصحيحة والاثار الصحيحة عن الصحابة لا يجوز لحضرتك مدام سلفت واحد فلوس الواحد ده لو جيت ده لك هدية لا يجوز لك اللي انت تقبلها الا في ثلاث احوال اول حالة لو هو بينك وبينه اصلا سابق عهد بالهدايا يعني متعودين انت هدو بعض جاب لك الفطر النهاردة انت تجاب لي الفطر بكرة يعني دي حاجة متعودين عليها قبل موضوع السلفة والتسليف فدي كده جائزة لو دك هدية من نفس الانواع دي او اللي كان متعود عليه مفيش مشكلة ممكن تقبل الهدايا الحالة التانية لو انت خصمت تمن الهدايا ساعة انت بتبقى محرج فهو بيديك هدية فخايف تقول لها مش هاخد منك عشان انا مسلفك ففي الحالة دي ممكن تاخد الهدية وتخصمها من قيمة الدين هدية بعشرة جنيه وانت عايز من ميت جنيه يبقى كده انت عايز منه وتسعين جنيه وتقول له كده خلاص او يديك هدية الحالة التالتة تعبل الهدايا بين عشرة جنيه بس انت هترد له هدية بقيمة العشرة يبقى دي تلات حوال يجوز فيها قابل الهدايا لو انت بسلف واحد اموال ولا يجوز في غير التلات حوال دول دعوه؟ وشيره عليكم من شرك القناة شوف كل مرة قال السلام عليكم